السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيد كيف بعلم أو كيف بشرح وشو الأسلوب اللي بتتبعه وهذا الإشي اللي ما بقولكو بشجعكو عليه إذا شفتوه مناسب لإلكم تقدروا تأخذوا فيه ما شفتوه مناسب تقدروا تلغوه يعني إلكو حرية الاختيار بالأخذ فيه أو رفضه ولكن بعد ما تسمعوا وتفكروا فيه وتدوروا فروسكم مظبوط بعدها بتتخذوا قراركم لهذا الموضوع إيشو أسه في حكمة قديمة بتقول بتقول لإنه الإنسان يؤمن بما يعرف ويكفر بما يجهل ومن طبيعة البشر إنه إذا آمن بشيء بيجد ميت ألف مبرر أو أكثر لأنه هو الصح والباقي كله غلط واللي على الطرف الآخر بيجد نفس الشيء بده يقنعك بأنه هو الصح والباقي كله غلط ليش؟ لأنه هو مقتنع بالفكرة والمعلومة والعلم والأشياء اللي موجودة عنده على إنها هي الصح والباقي كله غلط عشان هيك منجد بكل القطاعات حتى بقطاعنا الأساسي اللي هو الطب نجد على مسألة بسيطة الطبيب العام بعطي معلومة غير عن طبيب الأسرة طبيب الأسرة وطبيب العام بعطوا معلومة غير عن الطبيب المختص اللي هو مثلا نقول باطني طبيب الباطني بعطي معلومة تختلف تماما عن الطبيب المتخصص مثلا بالغدد اللينفاوية أو بالجهاز الهضمي خلينا على الجهاز الهضمي طبيب الجهاز الهضمي بعطي معلومة تختلف عن الطبيب اللي متخصص مثلا معده وعلى كل القطاعات آخر إشي بتأخذ أنت بتروح بتسحب حالك بتروح على دكتور صيدلي دكتور الصيدلي بيلغي الأطباء وبصير هو الصح احترط عمين أروح بتروح على بتعرف واحد تقع مختبر بتروح على صاحب المختبر بتقول له يا صاحبي الموضوع واحد لا 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 اسمع هاي معادلتها لأنها بالكيميا العضوية والحيوية والمش عارف إيش تطلع أنت مش عارف وين تروح طيب أنت شو رأيك يا سعيد بهذا الكلام اللي بصير أنا رأيي أنه كلهم صح كلهم اللي حكوه صح ليش؟ لأنه كل واحد فيهم درس شيء واقتنع بمدرسته وبالمعلومة اللي أخذها عشان هيك طرحها فكل ما تعمق بالعلم أكثر بتصير معلومة على معلومة فطبيب المعدة هو اللي أعطاك المعلومة الصافية لأنه تخصص على تخصص على تخصص ودراسي وبحث وواواواوا لوصل إنه هذا الجزء من جسم البني آدم اختصاصي فهو اللي أعطى المعلومة الصحيحة اللي إلها علاقة بالدواء والمختبر وكل شيء هسه ماشي في من بعض الأطباء بماديين يعني مش إني أنا بقصف بجبهة زملائي يعني ولكن هي هيك ماديين يعني بيعرف إنه الشغلة هاي سهل علاجها ولكن بيخليك تروح صور أشعة وطبقية ومنظار وجرب هذا وجرب هذا وجرب هذا وهو بكون عارف بالأساس وعادي جدا منهم بقولك ارتداد مريء وأعمل عملية ارتداد مريء وبعدين ما زبطتش وبعدين مشاكل ثانية وا 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 ليش لأنه هو النظرة إنه بقولك مدام هذا الإشي مش رحي موتك ولكن بهذا الإشي أنا بجيب فلوس هذا نوعية ففي كل قطاع عنا حلال وعنا حرام كل شيء خلقه رب العالمين على وجه الأرض في حلال وفي حرام منيجي إحنا كفلك منيجي بنقعد مع مين مكان من ناقشه ومنثبت له إنه الفلك حلال بتقعد مع رجل دين مستحيل يقتنع إنه حلال بتيجي بتقعد مع واحد من الماديين جماعة المادي والإلحاد والمش عارف إيش جزء بقولك آه يعني آه موجود هذا العلم وجزء بقولك لا مش موجود إحنا لا نؤمن والإنسان مسير ومخير وهو اللي باتخذ قراره وحياته بإيده وهذا الكلام كله خزع بلات هذا مقتنع بوجه نظره هذا مقتنع بوجه نظره هذا مقتنع بوجه نظره ابتيجي على مسألة معينة بتلاقي رجل دين بيحللها بتيجي على واحد ثاني بيحرمها هذا عنده دليله وهذا عنده دليله طب يا عمي مين الصح ومين الغلط أقولكم مين الصح ومين الغلط المتلقي الإنسان نفسه هو الغلط ليش لأنه ربنا جعل عندك عقل هذا العقل بيقولك أي شيء على وجه الأرض يمكنك الشك فيه إحنا مسلمات عنا الله عز وجل وقوله فقط خلص هذولا مسلمات هذولا ما في مجال إنك حد يتلاعب فيه لأن هذولا ثابتات ولكن ما دونه كل إشي لازم تحط عقلك فيه لازم تفكر فيه مش معناه إنه غلط لا هو معناه لازم أنا هو هذا البني آدم راح فتالي أو حللي أو فسرلي هاي الآية بالطريقة هاي طب ليش يعني هو عنده عقل أنا ما عنديش عقل طب ما أحاول أفسرها أنا وأتعلم وأدخل بالقواعد وأدخل بالبلاغة وأدخل بالبيان وأدخل بالأمور هاي وبالتفسير ومعني الكلمات وهذا وأفهم لحالي وأفسرها لحالي فهاي القاعدة عشان ما حدا يجي يقول أنت بتهاجم رجال الدين والمش عارف أنا ما بهاجم حدا ازهقت من كثر ما حكيت ولكن هاي القاعدة اللي أنا قاعد بحكي فيها عشان أنتوا تفهموا في الآخر أنا شو المرمى اللي بدي أوصله فهونا أي إشي بدك تشك فيه وأي إشي بدك تدقق وراه وأي إشي بدك تحلله وتجرب عليه وتدرسه وتعرف إيش الصح وتعرف إيش الغلط وتعرف وين الحلال وتعرف وين الحرام فيه وتعرف أنه هذا الشيء بيفيد البشرية ولا ما بيفيد البشرية هذا الشيء بيقربك لله عز وجل بيبعدك عن الله عز وجل بدخلك بالشركيات بتغريك الدنيا بتصير شيطان من شياطين الإنس المعروفين مثلا طيب هيك تقريبا يعني بلشت تضح تتضح بس أنت يا سعيد لسه ما وصلتنا للإشي اللي أنت بدك هيك تقريبا وأي علم إلو علاقة بالمغيبات مش بالغيبيات الغيب نوعين غيب مطلق وغيب نسبي ماشي الغيب المطلق هو بيد الله لا يعلم إلا الله انتهى الحياة الحياة الموت نسبي نعرض يعني أنت لما تروح على دكتور مثلا وهذا الدكتور يجي مثلا عند سعيد ويجي سعيد ويقول لك والله يروح سوي لي ست سكان وسوي لي مش عارف إيش وتجيب ويتطلع ويتشوف ينظر لدماغ وينظر لل أنه في جلطة والجلطة هاي موجودة في المكان الفلاني اللي إلاقى بالمنطقة الحركية والمنطقة النطقية أو هذا وبيجي بقول لك سعيد والله يدير بالك هاي الجلطة يعني لو إجينا من نعم القسطرة لهذا البني آدم تدفق الدم مع ضغط الدم بحركة جلطة فاحتماليا نسبة عالية جدا هذا الإنسان يا يفقد النطق يا يفقد التركيز يا يصير عنده شلال نصفي إيه شو عرفك ولا إيش ما عرفتش أنا فبتروح بسوي هاي الشغلة بصير عنده واحد من الثلاث كيف عرف هذا بيعلم بالغيب لا يا عمي هذا علم هو متعلم وعارف أو بتروح عن طبيب بيجي بتطلع بقول لك والله أنا هذا المريض يعني أقدر إنه بس هي مسألة وقت 24 ساعة كأقصى حد أبو موت وإيجا الشخص هذا في أقل من 24 ساعة ومات هل الطبيب علم بالغيب؟ لا هنا هو علم نسبي وخما من علمه النسبي إنه الأعضاء الداخلية للبنياد هذا خلص تعطلت راحت الكلة راحلت الرئة راحت المش عارف إيش على جهاز تنفس فيه معلومات حيوية بلشت تتناقص بشكل متسارع جدا فهو عارف إنه بقى هاي بعد هاي بعد هاي بعد هاي بده خلص بدها تصير الوفاء فهو قدر الوقت وما حدد لك والله الساعة كذا بالدقيقة الفلانية بالمكان الفلاني طريقة الوفاء كيف بدها تكون ومش عارف إيش هاي اختصاص رب العالمين مش اختصاصنا علم الفلك جزء من هاي المنظومة بيجي سعيد بيجتهد بتعب بيعمل دراسة بيعمل تحليل وبحث له موضوع بعلم الفلك بحط قواعد معين لعلم الفلك القواعد هاي بصير له أتباع طلاب بيعلمهم القاعدة هاي بيطبقوها تنجح معاهم يؤمنوا بهذه الفكرة بصير عندهم بروح سعيد بموت خلص خلص سعيد علمهم بيجوهم شو بيساوه أي واحد بيشتغل بطريقة غير الطريقة تمعد سعيد بصير هو ضال عن الطريقة هذا غلط هذا كذب هذا دجل هذا شعوة هذا مش عارف ايش طريقة وليش حرك هاي بهاي وبدقه في بعض وبتصير منجازر وممكن تصل لحروب وهذا اللي صار في الدين كلها مسائل على مسألة بقى عشرات الاف المسلمين يروحوا فيها من وراء مسألة وحدة ليش لأنه هذا مقتنع فيها وهذا مش مقتنع فيها طيب انت يا سعيد ليش القصة هاي قاعدة بتحكينا اياها لأنه على مر التاريخ علم الفلك ماشي علم ثابت علم خط الأرض العمود السماء الكواكب تحركات الكواكب امتى بتتحرك امتى بتتراجع امتى بتشكل الزوايا امتى بصير كسوف امتى بصير خسوف امتى وامتى وامتى الى ما لنهاية هاي معلومات ثابتك الآن بتصير اللي هي النقاط اللي بيجتهد فيها الفلكي والاجتهاد هنا سلامتكم بصير اجتهاد ونقاش مرعب بوصل لمعارك وقدح وسب وتكفير هي أسأل اشي كافر يعني لما تيجي انت يقول لك والله انا بشتغل على العلم الصيني انا مقتنع بالعلم الصيني بالفلك الصيني طيب مبروك بس اختموا اتعلموا بالكامل مش تأخذ اللي بناسبك اللي يكون وسيلة اليك اللي ترتكي بالحرام وتنصب على الناس وتستغل الناس وانت لا متقن العلم ولا ميخذ عشرة في المية منه وتروح انت تهاجم تبلش بتبعين الفلك وخصوصا اذا كانوا ناس عمرهم افنوا في هذا المجال بيجي واحد بقولك لا 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 انا صيني بلا صيني بلا تايواني الهندي الهندي هو احسن واحد في الدنيا كلها وانا جربته وتعالوا تعالوا اشرح لكم عليه وابلش يشرح فيه وهو يا دوب قال الف با هندي وراح خلط الدنيا كلها في بعض وصار يدخل على مواقع ويترجم ايش حركة الكواكب وايش بقوله تبعين الهند ويجي يقول على انه اللي بقولها وهو بقول يا ريت انه بحكيها صح برضو بلعب فيها وبضيف بهاراته عليها وبني الله بيجي واحد بقولك لا 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 كله هذا كبه في زباله اساسا القاعدة الاساسية للعلم هاي عند العرب القدامى ايوه فبقولك انا زلمي ما بأخذ غير بالعرب القدامى طيب يا اخي شو بتأخذ من العرب القدامى ببلش يشرح لك باشي ما يعني من سمعش اقولك حتى عند القدامى ليش لانه والله لقي مخطوطة وهذا لقي ورقة وهذا سمع من فلان وهذا حللها في كتاب اساسا مش معروف مين اللي كاتبه فاروح لبسه لواحد وراحت دخلنا بمعارك مع اشخاص يعني لقينا في النهاية انه طب انت بتناقش في مين طب هو اساسا لو هو صاحب علم بيجي بقعد معك بيجي بقولك تعال يا عمي والله انا عملت بحث ولقيت انه انا بديش اوخذ الخارطة الفلكية على مركز الارض انا بدي اوخذها اطلسي طيب طب ما هو اطلسي انت بمعنها بدك تحرك الكواكب درجات قبل ما تتحرك اه بقولك ما هو انا على حسابات الاطلسية انه مثلا انه هسا احنا القمر عنا على درجة واحد وعشرين عادي جدا ممكن تكون عندي انا على درجة سبعتاش وممكن تكون عندي على درجة اربعة وعشرين على حساب الحساب الاطلسي والوقت والمكان والزمان وعشان ما يطلعش واحد يقول لي يا انت غلطت هي بعد او هي قبل لا لا انا عارف شو اللي بحكي بيجي واحد بقولك لا لا انا بديش انا بشتغل على قاعدة بطليموس علش انا ابدو طول عليكم بالكلام بس انو هذا رح يبني عندكم قاعدة اذا اخدتوها في حياتكم يعني بتغير كثير 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 من من معرفتكم طيب ماشي بطليموس شو بتاخذ انت عن بطليموس انا باخد طريقة الحساب اول اشي لل للبيوت وباخد للمثلثات وباخد للناظر الها وباخد طيب ماشي يا سلام ممتاز طيب تعال احسب لي عليها لأ ما هو انا ما بعرف احسب انا لازم اشغل البرنامج عشان البرنامج يعطينا الاحسبات وانا بحل لك يا يا سلام طيب خلينا ماشي ماشي لك بيجي شخص تاني بقولك لا 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 هو احسن واحد اشتغل في هذا الموضوع ابو معشر الفلكي طيب طبعا كثير اشياء تنحك عن ابو معشر الفلكي ابو معشر الفلكي نفسه بعرفش عنها كلها تلفقت بالعصور ما بعد ويعني زي ما كثير اشياء نزادت على كتاف الناس وقوم ندخل لا انا باخدها عن طريق الطوسي لا انا باخدها عن طريق فلان انا عن فلان عن فلان بتلاقي مجزرة من المعلومات وسلام وسلامت في ناس بقولك البيوت مش ثابتة في ناس بقولك البيوت قد البروج هيرجعنا للفلك في ناس بقولك البيت يعني على حسب الوقت بزيد وبنقص في ناس بقولك لا 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 انا عندي مدام البرج 30 درجة معناته البيت لازم يكون 30 درجة باخدش بالموضوع الثاني هذا طيب انت يا سعيد شو رأيك بهذا الحقيق رأيي بهذا الحقيق اذا كان عالم بالمسألة اللي هو بحكي فيها ودارسها وفاهمها ومتخصص فيها ومعطيها كل جهده وتركيزه واقتنع بكل معلومة عنده فهو صح ولكن اذا ضاف عليها ونقص منها وقال انا جربت هاي مزبطتش في الجزئية هاي وفي الجزئية هاي مزبطتش الجزئية هاي ويقول هذا علمي مش علم فلان لانه بطل علم فلان علم فلان هو هذا اللي انت بتشتغل عليه الآن زدت او نقصت منه وبطل علم فلان صار علمك طيب ايش علمك وين تعلمت شو بتعرف من ايه تزد يعني من البداية للنهاية يعني لازم تكون حاول علم فقبل ما تدخل بأي نقاش بأي حوار بأي تصديق بأي تكذيب شغل عقلك ما تأخذ من اي شخص حتى من سعيد حتى مني يعني انا اول واحد تأخذش مني مسلمات عادي جدا ممكن اغلق ممكن اسهى ممكن اكون مركز باشي ثاني واقول اشي ثاني الكلمة هاي مش قرآن يعني عادي ممكن ارجع بحلقة ثانية واتراجع عنها ممكن اكتشف بعد شهر وشهرين وسنة وسنتين وعشرة انه هاي المسألة انا كنت احكيها هيكو لكنها غلط اكتشفت انها غلط باطلع بقول انا والله هاي المسألة كنت اشتغل عليها بحساب كذا كذا وطلعت غلط الصحيح لقيتوا واحد اثنين ثلاثة اربع ما رح تكبر في الموضوع يعني ولا انه كرامتي بتنقح علي انه لا لا هذا الاشي ما بعملوش لا بعملوش فعشان هيكي قبل ما تدخلوا في داخل علم الفلك لازم تكونوا فاهمين القراءة ثم القراءة ثم القراءة اقرأ معلومات عامة شغل مخك تأمنش باي شخص تأخذش اي شخص ثقة ثقتك خليها بالله عز وجل وبعقلك بالبداية والبسمع اسمع من هاد واسمع من هاد واسمع من هاد وجمعهم شوف الاشياء شوف انه ليش الزلمة هذا مركز لي على النقطة هاي في المسألة اللي محدش بحكي عنها غيره ليش امركز عليها طب انا جربتها وما زبطت ايش معي على طول الخط ما زبطت معي ما بقول والله طب يمكن زبطت معها غيري لا معناته في غلط في الموضوع معناته في الحسبة هاي في ايش غلط طب ليش بلمح عليها وبركز عليها وبعيدها في فيديو اثنين وثلاثة واربع وعشرة نفسها نفسها وبحاول يتميز انها مش موجودة غير عنده معناته هاي الوسيلة اللي بده يجرك فيها عشان ينصب عليك او يحتال عليك فيها اذا ما شرحها وعلمك كيف تستخدمها وتتقنها انت زيه تماما بدون اي نقصان معناته هو بيستغل فيك اذا علمك معناته هذا شخص جاي علمك خلص هذا عنده خلص اخذ العلم بدوش يكتمه بدو يعلمه للناس وخلص رميها على الله عز وجل اي واحد الشخص اللي بيحاول يتعزز هو انه ندخل حلال وحرام معناه ويقول لك لا هاي بدها تأخذ مني حسابه طويل واقعد اقسمه نظاره وتأخذ معي ساعتين وثلاثة وانا ارسم وارجعه كذاب عني انا بحكي لكم اياها كذاب كذاب وبعنف ليش لانه مع التكنوليوجيا الجديد والله هذا لو اجيت علي انا في بداية الثمانينات في نصف الثمانينات مثلا اجيت قلت لي والله سعيد تعال اعملي خارطة فلكية بقول لك اه والله بتقعد معي انا ساعتين وثلاثة واربعة كمان لحد ما انا قسمها وارسمها بايدي واطلع الكواكب حسابيا وحطها ووزعها وهذا اه بتأخذ معي كتجهيز للخارطة الفلكية ولكن مجرد ما كانت الخارطة الفلكية امامي فورا انا بطلع التحليلات وانا بتكلم معاك مش بحاجة اني ادخل بخلوة وبخور واستخير ولا ربنا يلهمني والحكمة وانيش عارف ايش هذا كله كلام فاضي خلص انا باجيب اطلع الخارطة الفلكية القمر عندي في الميزان معناته تحليلي بدي يكون على انه القمر موجود في الميزان في اي بيت خلص طلعت هنا هاي عندي على الخارطة الفلكية وانا هاي طالع عندي انا موجود بدرجة 30 مثلا من الجدي خلص طالعك الجدي طالعك الجدي شوف مش انه والله لا الاغلب ما يخذ هو من الدلو والحوت معناته هذا لا هذا البيت الاول هاد البيت الاول ولكن كطالع جدي طيب على طول الخط وين موجود يا سعيد عندي انا القمر على طول بلف هنا هاي التاسع هاي التاسع عندك انت القمر موجود في البيت التاسع معناته هذا الو علاقة بالسفر اللي بعيده الو علاقة بالدراس الجامعي والعلاقة بكذا وكذا 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 طيب فعلى طول الخط باجيب اطلع هون وين الاتصالات اه مع المريخ دير بالك معناته اثناء تنقلاتك بالسفر هذا اليوم اذا بدك يتسافر تفقد امتعتك مش عارف ايش وهو 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 ما عطيني مع الزهرة اه معناته في فرصة انه ممكن تتعرف على واحدة انت خارج البلاد او تبني علاقة عاطفية او تحقق ارباح انت من خلال سفرك ولكن بدك تنتبه انه برضو المشتري مقابلك ممكن يصير فيه محتالين وممكن تخسر اموالك بعدين باجيب اطلع على قوة المشتري على قوة الزهرة انيل اقوى انه المشتري اقوى ولا الزهرة اقوى لا هنا باجيب اشوف انا لا المشتري اقوى اه معناته هاي البنت هي اللي بتغرر فيك او الشخص هذا هو اللي راح يغرر فيك ويقنعك بمشروع او فكرة معين وبعدين راح تخسر مشروعك اي ولا ساعتين ولا ثلاث ولا عشرة ولا مليون يعني بمعنى اخر بايدك انت تنصب على الناس وتهول اللي بريستيج اللي فيه ناس بقولك لازم تعمل لحالك بريستيج لازم ما تعطي الاشي بسهولة لانه الناس اتعلمت اه الناس اتعلمت انا ما تعلمت انا ما تربيت على هيك انا بتسألني بجاوبة بقول لي اي شرح ليهاي بشرح لك اياها فيه اوقات بتقول لي تعالي شرح لي هاي المسألة بردش عليك لانه راسي بوجعني تعبان مذايق مخنوق عندي اشي اهم من اللي انا بدي اجاوبك فيه او بكون شرحته او بتكون انت عندك المعلومة بس جاي بدك اياهني انا احكي لك اياها بطريقة ثانية يعني زي اللي بيجي بقول لي ممكن تيجي تحسب لي اه تحدد لي ساعة الميلاد خلص انا بعرف مين اللي حكي المعلومة وانت كنت تتابع مين وانضحك عليه وخلص ما قدرتش انت لانه انت ما دفعت له فلوس فهو ما قدر يحدد لك ساعة الميلاد فانت يجيت على سعيد لانه سعيد باخدش الفلوس بس والله ممكن تحدد لي انت طالعي السنوي طيب ما هو نفس الاشي انا عرفت انت بتتابع مين وهذا الشخص انت ما دفعت لهش الفلوس فانت بتعرف انه سعيد باخدش الفلوس فباجي على سعيد بسأل سعيد عشان يحدد لي الطالع السنوي طيب بيجي شخص تاني بقول والله يا سعيد في عندي عملية انا يوم كذا شو رأيك اه على طول الخطب بقول لا لا تعملهاش او اعملها ما في مخاطر عندي ابني بده يسافر وقلقان علي اها يسافر او ما يسافرش بجاوبه على طول ليش لانه هذا اللي بيسألني بتابعني وعارف اسلوبي وبعرف شو يسألني وصلت المعلومة يعني انا لما باجي بجاوب انا مش انسان ساذج يعني مش انسان غبي مش انسان والله طاب طيبة القلب كاتليته والناس بدها تستغل طيبة القلب لا يا عمي انا اه ربنا اعطاني يعني شوية هيك اشغل مخي انا بمشي وقت ما انا بدي وبتجاوز وقت ما انا بدي وبعرف كل شخص لما بروح بيطلع برا وبشوف وبرجع عندي وببقى شاك بالمعلومة بيجي بسألني من سؤاله بعرف وين راح مش انو انا والله جا ماشي ورا الناس وبشوف انا بتابعوا يعني بتابعوا الكل انا ما بقولك ما تتابع حد بس بقولك ما تثق بحد ما تعطي الامان لحد وما تصدق اي معلومة بتنحكالك حتى لو مزخرة فيه واكثر ناس كذبهم واكثر ناس حط عليهم علامات استفهام اللي يا بحكولك مصطلحات باللغة الانجليزية عشان يبين انه هو مثقف ومتعلم او بيجي بحكي لك كلمات انت بتعرفش حلها بتعرفش معناها بدل ما تحكي ليها باللغة الانجليزية انك انت مثقف بحكيها بالعربي يعني انا لازم اجي اقول لك هذا بيعمل وهذا بيعمل مش اعرف ايش وهذا ايش ليش 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 لغتي هاي انا بفتخر فيها بحكي لك اياها بلغتي ما عجبتك لغتي وبشرح لك اياها بمعناته بدك تفهم انت انا قاصد فيها ايش اذا انت اجنبي والله وبتعرفش لغة عربية اه في هذه كل لحظة بحكي معك باللغة الاجنبية بحكي معك باللغة الانجليزية الفرنسية باي لغة من اللغات اللي انا بتقنها يعني يعني لازم انا اجي بدل ما اقول لك والله يعني ما هاي هنا ليليت دخل عندي على الليون فعمل عندي انا اسكور عمله مع ايش يا وانا انا صرت مثقف يعني والله ان اللغتي اكثر ناس بعرفوا في المصطلحات وحفظين المصطلحات اللي بيشتغلوا في المجالات الطبية هي قاعدة وبهب لك اذا بديحكي بالمصطلحات وكيف هذا وبعطيك شغلات يعني بدك تقعد مجلدات تقرأ عشان تطلع شو هو حكا ولكن انا هذا اجيش حتى في الطب برضا اشيحكي فيه خرص بفتخر بلغتي يا عم طيب يا سعيد انت هيك يعني شرحت لنا وعطيتنا يعني ضيعت من حياتنا نص ساعة هيك وحنا بنسمع برغي بكثير من الاشخاص يعني نسبي اسأل الله انه كم واحد يستفيدوا من اللي انا حكيته ويكون بداية مفتاح لحياتهم لقش جديد في حياتهم وفيه ناسي عادي يعني ممكن تسب علي لانا برضو مقتنعة انه اللي انا حكيت مثلا او لمحت او هذا لا انت قصدك فلان هذا عالم يا عمي عالم واحسن مني خلص روح خليك عايش مع روح خلي خلي علمك خليه اقول لك يسوي لك ايش بدون ما يدفعك فلوس وصلت المعلومة الاولى اي كلها معلومة اولى طبعا انا ما راح اطيل هسا هيك خلص احنا لازم انا اشرح النقطة اللي انا بدي احكيها او اللي الحلقة معمولة عشانها انه طبعا اطولت فمنكمل بعدين منفتح نقاشات احنا بالتعليقات اللي عنده معلومة عنده سؤال عنده شغلة انا ما بحكي ولا عن اي طريقة غلط كل حسابات الفلك صحيحة كل اللي اشتغلوا بعلم الفلك القدامى اللي ورثون هذا العلم كلهم اشتغلوا صح في منهم ضعيف في منهم قوي في منهم مقنع في منهم شرق وغرب ماشي مخي انا هو اللي بيقنعني لما اجرب كل المدارس هاي كلها يعني لما اقول لك كلها كلها قرأتها ودرستها وحللتها وبحثت فيها واشتغلت عليها وجربتها وطلعت ضدها يعني ماشي تطلع معي هاي المعادلة اللي غلط ما يعد ما يكفن يشنها غلط لا ليش غلط ودليلي على غلطها وغلط وين كمان فا بدناش ندخل فيها هاي مع الدروس انتوا لحالكو بتصيروا تعرفوا اللي انا بعرفوا والزيادة وبتصيروا انتوا لحالكو تعرفوا كيف تطلعوا هاي الاشياء خلينا نحكي عن المسألة التانية قبل شوي انا طبعا مشغل الخارط الفلكية طيل طيلت كاعتي وانا ببرم برغي اه فهنا بيجي شخص بقولك طيب انا يا عمي اه مولود في الاردن اه هاي خارطة الاردن هيك الاردن ولكن غلط ايها مش شغالة بث مباشر ايها مباشر هون تحت ايه معنى مباشر انها بتتحرك مباشر بس ايه غلط ايش طب ما هي مباشر اه مباشر بس غلط ليش لانه الحساب اللي بتشتغل عليه هو حساب باعتمد على جهاز الكمبيوتر وجهاز الكمبيوتر لا هم اعطيني هو زايد ثلاث ساعات ولا هو زايد ساعتين ولا هو صفر جرينيتش ولا ايش فمعنى زي ما حكينا في الحلقة المواضية عشان اتأكد من النقطة هاي باجي بتطلع القمر وين موجود لازم يكون هاي عمود السماء اي نص السماء هاي نص السماء فوق راسك مباشرة معناته هاي بدي يكون زايد تقريبا بحدود ال خمسة وعشرين او ثلاثين درجة فلازم اتطلع انا باتجاه مغرب الشمس اللي هي نفس مغرب القمر اتطلع هو ثلاثين درجة ولا لا اذا ثلاثين درجة معناته صحيحة اذا مش ثلاثين درجة معناته مش صحيحة وانا تلقى ين بقولك هي مش صحيحة ومكان القمر الان هو تقريبا المنطقة هاي لانه فيه فرق ساعة لانه احنا فيه عنا صيفي وشتوي بزيده ساعة وبوعدين هذا بقولك اثنين جرينيتش هون ولكن هو زايد الساعة اللي الها علاقة بزيادة التوقيت فهو زاد الساعة فلازم ارجعها شفت وين الخلل بصير في الخارطة الفلكية وما بقولك انه حتى البرامج بتضحك لك لانه هذا البرمج هو واحد مش عارف انه والله بالاردن اليوم بطلعوا بقرار بزيدوا بنقصوا بشيلوا بحطوا وشو اللي بصير خلص هو حاطوا على توقيت عالمي وخلصنا بعينتي افضل شي دائما تتأكد بالنقطة اللي انا حكيت لك اياها اللي هي اول اشي شروق الشمس انه الشمس لما تصير بالنقطة هاي هيك بلشتها بدت تطلع هيك خلص شفت طرفها والله اه طلعت الشمس من هون معناته اوكي اه والله الشمس اه معناته اقرب ولكن الشمس هون هاي المسافة قطعها هيك بالبرنامج لحاله معناته فيه غلط بالموضوع يعني بمعنى اخر انا عشان عدلها بدي ارجع هون اقول له اعطيني تعديل برجع ساعة ايه شفت وين كوما قلت هيك بانه حسابيا تبعين الرياضيات والفيزي هما بعرفوا كيف هاي الشغلات بتنعرف اوكي طيب خلينا نسكرها هاي لانه نرجع لها كمان شوي طيب بيجي شخص بيقولك طيب انا يعني انت في الاردن يعني لازم انا اللي في سوريا لما اجي اعطيك ساعة الميلاد وتوقيت الميلاد والمكان اللي انولدت فيه عشان انت تطلع للمعلومة هاي صحيحة ولا مش صحيحة اه طبعا لانه اطلع انا عندي هون هاي الجزء هات شايفينه هذا الاحداثية احداثية عمان الاردن ايها هاي احداثية على كل اجهزة الدنيا اللي اللي لها علاقة زي جوجل ما بغيرها كلها بتعتمد على الاحداثية لعم بتقوله اللوكيشن تبعيه وبعطيك الاحداثية بالضبط انت وين واقب صح انا ما بقولك وين بالله باي غرفة باي مستشفى انت بقيت لما انت انولدت لا هي اعطيني يعني المنطقة اقرب اقل جزئية كل ما حددت هاي بتتغير بتتغير بتيجي تقولي والله الدقيقة بتفرق معك لا الثانية بتفرق معي الثانية ممكن تخربط معلومات وصلت فما حدا يستهين بال بالدقة في المعلومة هسه ماشي ما حدا بيعرف الثانية اللي انولد فيها او الدقيقة حتى اللي انولد فيها ولكن الفلك الماهر بسأل اسئلة معينة من خلالها بيقدر اقرب منزل الجزئية اللي هو بدو اياها يعني بدل ما ياخذ اجزاء الدرجات هاي باخذ المنطقة هاي وبالغي هاي يعني بدل ما هو القمر والله على درجة 22 خلي 22 هاي هنا مثلا بيقول لك القمر هنا على درجة 21.4 فاصل 5 يعني لو الله كان على خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا عشرة او 21 او 22 شوف رقات زوايا هدول الثلاث موجودات ما رح يتغير اشي معناته التحليل البسيط او السريع ما بتهمني هاي النقطة بس ان والله يحدد لي الثاني اللي انا انولدت فيها رح حددها لحالك ليش دو جع راسي انا بعطيك الاشي غروبك مش عشان انا اسبك طيب ماشي طيب يعني شو اللي بفريق طيب انا بشرح لك هسا بالاردن بيجو بقولوا لك الشروق بالساعة كذا والغروب بالساعة كذا تعال على مصر بقولك الشروق بالساعة كذا والغروب بالساعة كذا الاردن بصير الشروق عندها قبل دقائق من مصر بعده ليبيا تفرج الشروق بعد اه تونس بعد مغرب بعد جزائر بعد ايش يعني او جزائر مغرب عشان ما افريقيا افريقيا اختلف تختلف ليش لانه كل نقطة انت موجود فيها على الارض هي بتعني امت الشروق وامت الغروب طيب انت والله موجود عند القطب المتجمد الشمالي او الجنوب او في استراليا او في البرازيل اه هذولا اللي بقعدوا ايام تقعد عندهم نهار وايام تقعد عندهم ليل واشهر بعد مرات طيب هذولا شو بكيف تيجي تقول والله انا مولود الساعة كذا الظهر طيب وانا اعرف انا شو بديطلع معي اي ظهر هذا اللي بديطلع معي ولكن لما بتيجي انت بتقول لي وبتحدد لي انت وين موجود على طول الخط بس ادخل الاحداثية للكرة الارضية على طول الخط بحدد انا والله هاي النقطة حدد لي شروق ها وغروبها هاي معنى الخرط الفلكية فهي تلقى ينبرسم المعادلة على حسب المكان يعني مش اللي مولود يعني انا هسه مولود بالوردن ماشي هسه اي بالوقت هذا هاي قديش الساعة مثلا اه اتنعاش و اه اتنعاش و ست دقايق بنولد مولود بالوردن طالعوا دلو اه اللي بنولد في اميركا بنفس اللحظة هاي طالعوا دلو لا طبعا اللي بنولد في مصر باللحظة هاي بيكون نفس درجة من الدلو طبعا لا اللي بنولد عنا بالوردن في اربد بيكون ع نفس الدرجة هاي طبعا لا فلما بيجي بسألك الفلك بقولك عطيني مكان الولادة مش مكان الاردن يسلم يا محلا يجيني واحد يقولي شوف لي بالجزائر انا مولود بالجزائر طب الجزائر اكبر اكبر اشي في الوطن العربي اكبر مساحة جاي تقول لي انا الجزائر انا احدد لك دك تيجي تقول لي انا من المدينة الفلانية واذا قلت لي القرية بيكون ادق وادق ولكن المدينة شوي اعطتني المعلومة ما تخاف ما رح الفلكي يعرف باب دارك ما تدقل فانت بتقول اجمالا خلص انا موليد عمان انا موليد دمشق انا موليد بغداد انا موليد البصرة انا موليد الكوفي حددلي انا موليد العاصم لكويت انا موليد اي حدد حدد المكان حدد السنتر تبع المدينة تبعتك إيش هو طيب إيه ساعة مولود والله أنا ما بعرف أنا مولود يعني بيقولولي عندي الفجر كلمة عندي الفجر هاي طيب ما خلص عندي الفجر إيه أنت عندي الفجر يعني كان مأذن ولا ما كانش مأذن إذا كان مأذن تفرق معي أنا نص برج يعني فممكن دخلني عبرج تاني إذا كان على الفجر معناته طالعك وبرجك واحد إذا على الشروق بالضبط طالعك وبرجك واحد طلعت الشمس خلص معناته اختلف البرج اللي بعدك هو برجك لا أنا والله عندي المغرب قبل المغرب ولا بعد المغرب قبل المغرب معناته أنت البرج اللي قبالك بعد المغرب معناته البيت الثامن البرج الثامن تاعك الله طيب وانت شو شغلك يا فلكي شغلي اتحددلي عشان ما توجع شراسي وأقعد أنا أدور فهي قصة ماشي يعني إلا إذا كان الموضوع خطير وبدو تحليل بتيجي بتقول لي مثلا والله أنا مولود عند المغرب باجي بحط عند المغرب بقولك أنت مثلا كملت دراستك جامعيا لا أها نزيحه شوي تزوجت وانت صغير والله كنت بدي أتزوجه بس مزوجتي طيب هاي رجعت شوي أنت زلمة بتحب الأكل والطبيق والمطبخ لا 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 أنا بحب الإشي على الجهاز آه معنات واضح يعني بظل رايح جاي رايح جاي رايح جاي الحديث ما أحدد أنا من المعلومات من صفاتك من طريقة حياتك جوزت خلفت علاقتك مع أهلك أسئلة عمي هاي هاي الأسئلة أحداث في حياتك معي ما بتنتسى ما بتتغير فهاي إلها علاقة برضو بخارطك الفلكية من خلالها أنا بحدد ماشي فييجي شخص يقول لك لا ما هو أنا تزبطش والشخص اللي بيجي بقول لك أنا شوف أنا مش مسجل أنا بعرف الشهر بس مش قادر أعرف اليوم ولا أعرف الساعة ممكن تحددلي طالعي من وين أنا كيف أحدده يعني أنت لازم تيجي تسكن معي أنه قعدين سبعين ثلاثة شهر زمان وإحنا نحلل في حياتك ونرسم ونجرب ورايح وجاي ورايح وجاي عشان أطلع لك الخارطة تاعتك وأحدد لك أنا شو الأقرب لشخصيتك وأحدد برجك وأحدد المئة ألف قصة عادي بسهل والله أنا ما بعرف ممكن لا مش ممكن طبعا طبعا اسمي واسم الأم يعني بطلع طالعي لا ما بطلع طالعك اللي بيجي بقول لي إذا طالعي على اسمي واسم الأم برج الدلو يعني يروح 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 الله أنا بحسب يعني بتابع أنا على حسب ما حكالي فلان أنه لا هذا تأخذها كصفات عامة بتأثر على حياتك بالنسبة 25% 30% 40% وإذا صادفت هي مع برجك كمان أعطتك نسبة علي جدا وهذا لا يعتبر طالع هذه تعتبر ارتباط الاسمين بأحرفها ومجموح حسابتها هيك هيك يكسمها زي ما أنا بحكي لك إياها إلها ارتباط بكوكب ما وكوكب ما تحمل أنت من صفات الكوكب هاد والرقم هاد انطبعت عليك الصفات هاي قديما كانوا يستخدموها بعض العرب القدامى كعملية حسابية يحدد برج الشخص يعني يقرنوا للبرج بما أنه هاي الها علاقة بالكوكب والرقم يدمجهم ويقول له أنت تابع للبرج الفلاني ويحسب ويعطيه جواب على هاي المعلومة استناداً للكوكب اللي لها علاقة برقمه ورقم حرفه ومجموعها وإسقاطاتها لحديث ما هذا مائلو بالعلم اللي هاد اللي إحنا شغالين فيه هذا إشي رقم حرف هذا رقم حسابي يعتمد يوم شهر سنة ميلاد مكان ولادك هذاك أنت اللي بتحكي فيه إشي تيجي بتسمع أنت والله آه أنت برجك على اسمك واسم أمك بيحكي أنه برج الثور آه تعال اسمع برج الثور بعطيك من برج الثور أشياء ولكن مش خارطة فلكية ومش بيت صحة ومش ليش أنت ما تجوزتيش ومش أنت ليش مريضة وشو مرضك ووين مرضك وفي أي مكان وعلاجه وين مش أهيه هسه أنا زي ما كني دلتهم على إيش ينصبوا عليكم في المرات الجاي هاي هاي كمان مسألة حددنا إجا شخص مثلا موكلي والله أنا زي ما قبل شوي لما كان على الدرجة ثلاثين في برج الجدي أنا بأخذ من يعني طالعي بأخذ مثلاً هاي طالعي أنا الدلو ولكن أنا بيتي الأول بأخذ من الدلو من الحود ألف مبروك ألف 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 مبروك طيب شو أسوي أنا أرقص ولا زغريت ولا شو أعمل لا ما هو البيت الأول يعني أنا بأخذ من الصفتين شو دخل الموضوع هذا شوف أنتوا ليش ليش بتصير الخربطة عند الناس أو عند الأشخاص اللي بتابعوا بالفلك طالعك هذا الخط دلو ما إلو علاقة بالبيت الأول هاي حد البيت الثاني بالحوت ما إلو علاقة بالبيت الثاني هاد حد البيت الثالث ما إلو بالبيت الثالث وين وصلت الفكرة ما إلو ما إلو ما إلو بالبداية لا تفكر في هاي المواضيع بعدين أنا بحكي لك كيف تفكر فيها بتطلع على الأمر على الحدود ما تقول لي أنا حدي في برج الجدي في الدرجة الفلانية بيغطي مثلا الجدي والدلو هذا أنت مش فاهم ليش هدولة هيك وشو بيصير وكيف ليحسابات بتصير عليهم هدولة أنت بهمك إشي واحد طالعي لو عد درجة ثلاثين أي خلينا نرجع ها هاي بدي أرجع دقيق هاي صارنا بنحكي وال أكثر من خمسين دقيق هاي رجعنا على الثلاثين هيك ثلاثين ولكن الحد ما زال موجود بالجدي معناته أنت حد طالعك بالجدي تأخذ من صفات الجدي بنعكس على صفاتك الخاصة من الجدي هون هذا البيت السابع تيجي والله أنا يعني بدي أحلل شخصية البيت السابع تبعي بما أني أنا لحد البيت السابع تبعي جاي بالسرطان معناته أنا زلمي حنون وعاطفي وبحب البيت شو دخل هذا في هذا شو دخل أنت بتخلط برجك مع تحليل بيوت طالعك ها هون ما بصير عملية الخلط حد طالعك وين ما كانت الدرجة وين ما كانت أنت تابع للبرج اللي الدرجة موجودة عليه بيت التاسع بيت عاشر بيت ثاني بيت ثالث بيت خامس إيش مكان خد دائما الحد بالبداية طلع الحد وين موجود هاي هذا البيت السابع تبعي البيت السابع تبعي هذا البيت السادس آه والله البيت السادس عندي أنا المريخ موجود فيه مش أنا عندي المريخ موجود في السرطان اللي صفاته وقف شو دخل هذا فيهان بس هاي المعلومة وين مريخك في البيت السادس إيش هو سرطان بخد بما إني بحكي عن الصحة هاي بحكي عن الصحة هذا بيت الصحة والعمل على طول بقول بما إني هذا في بيت الصحة والعمل معناته هذا الشخص بتصرف كذا وبتصرف كذا صحته كذا وكذا مشاكله مريخ إليه علاقة الأعضاء التناسلية والصرطان عندهم برضو بالأعضاء التناسلية شفتوا أمتى إيجيت عشان أخذ الأعضاء مش على إنه حنون وعلى إنه عاطفي وعلى إنه ببكي هاي بعدين الشغلات الثانية من ندخل لها خلص بيت في السابع هون هذا هيك معناته هذا الإنسان عنده مشاكل في الأعضاء التناسلية باجه بتطلع في زاوية تربيع مع القمر آه معناته مشاكل جنسية آه هنا في عنا مع الشمس في مجال معناته بما أنه عمل زاوية التسديس مع الشمس الشمس سعيدة منتحسة درجتها هاد في مجال لعلاجه أو مجال ما في مجال لعلاجه أو بطول بتعذب هيك مندخل في المسألة ما حكيت عن السرطان أنا إلا الأعضاء طيب باجي على مثلا باجي بقول والله أنا زلمي بمسك فلوس بس أنا ما بعرف وين بتروح مش عارف هو أنا محسود هو أنا طيب نيجي بنقول هاي البيت الثاني إيش موجود في البيت الثاني عنده هذا البني آدم عنده نبتون زحل في بيت الشخصية بلوتو في بيت الشخصية معناته هذا الشخصية لا بسمع كلام ولا بسمع نصيحة متمرد إلو قراراته لحاله بحكي لك أشياء هم اقتنع فيها ومستحيل حد ثاني يقتنع فيها طيب هذا كيف بدي أجي أحكي له هسا عن نبتون شو بسوي قاعد في بيت المال إذا واحد زي سعيد بيدبه إياه وبسألش عنه ويضرب راسه بألف حيط عادي ما يرنش عليه بعديها بيجي بطلع آه نبتون وبالحوت ومشكل زاوية تربيع مع الزهرة لا لا هذا مش لا زلم يتبع نسوان ولا تبع سهر ولا تبع سكور ولا تبع مخدرات ولا تبع مشروب ولا لا أبدا أبدا ما إلوش علاقة في هاي ولا ولا أي بنتي بتيجي بتخورفه عادي جدا بتأخذ مصاريه ولا عايش على السبهلة ليه عادي هاي أنا بحكي له إياه نهاية نقطة ضعف من هاي الموضوع هون مصاريه هون فلوسه رايحة طيب تزديسه وين تزديسه من الزلمي ايه تزديسه مع بلوته هي أعطته إيجابية شو يعني بدي يجي مصاري لا هذا مستعد يسرق على أساس أنه يعني هذا زلم نصاب بنصب وبوكل مال أخو أخته عشان يروح يصرف على مزاجه وأمور بتمنى أني أكون يعني هيك يخلي الحلقة ساعة بلاش إنه إن مد أكثر من هيك يعني تقريبا إحنا من أعمل سلسلة السلسلة هاي بالتدريج مندخل شوية شوية على شغلة شغلة ما أسر بلكم معلومة معلومة أنا ما بدي أعطيكو عن نظام الأكاديمي يعني نظام القمر يسقط القمر عندما يكون في برج كذا ويخفض بالنسبة إلي للي بدي يدخل يحضر حلقاتي بتمسكو وديش أقولكو حطوه في زبالي ماشي حطوه عرف أنه هذا من أبواب النصب يعني بعدين بحكي لكم ليش شرحه أبسط بكثير 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 أنا في الأيام العادية بحكي لكم في الزوايا اللي في الأبراج العادية اليومي أنا بحكي لكم بس أنا والله ما باجي بقولك والله محترق باجي بقولك اقتران محترق بنور من المشعار في إيش لأنه ساقط عليه من زين فيه زاوية تربية خلص خلصنا ليش أنا أجي ألف لك الدباج لا حول ولا قوت إلا بالله العلي العظيم طيب خلينا نختم في النهاية والله أعلم قد أكون أخطأ يكون القطأ مني وإن أصبت فهو توفيق من الله عز وجل تنسونيش من الدعاء وفي نفس اللحظة تنسوش اللايك والديسلايك ولا عادي في ناس بقول لي طيب ليش طيب لك تذكر الناس اللي بتسب عليك يا عمي في ناس بتسب علي أنتوا فكرين أنا لو أقول اللي بدي سب علي ينزل يسب علي واللي بدي يلغي يشتراك ويلغي اشتراك وإني أنا بحكي لا يا عمي والله في ناس بتسب علي عادي جدا أنا بذكرهم فكرهم أنه أنا راح أزعل يعني لا 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 عادي سب رح سب واللي بدي يحط اللايك يحطه وفي ناس والله أنا بذكرهم بالدسلايك بكونوا ناسين بروح بحط الدسلايك قعد فكروا يعني أنه اللي أنا بحكيه بس مجرد هيك لا 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 هدول موجودين أنا بالعام دم بحكي هذا الحكي إيه لهم ماشي ما تنسوش يعني تتنشطولكوا شوي تحت على الكبسات بس الغولي في كبستين هدولا ما حدش يكبس عليهم تبعت تشكرات اللي هي الثانج ساي اللي بدفع مصاري عليها وتبعت الانتساب بديش حدا ينتسب عشان ما حدا يجي يقول أنت بدك لا حتى هدولا بديش يان نسمحكوا فيني يا جماعة الخير لا حول ولا قوة لا بالله هيك منكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر